السلام عليكم متابعين الكرام اليوم سنقدم لكم فيديو جديد حول زراعات الافوكادو من خلال الاغصان وهذه الطريقة تعتبر من الطرق الزراعية السهلة والبسيطة والتي لا يعلم الكثير من المزارعين فاغلب المزارعين يقومون بالزراعات الافوكادو من خلال البدرة وانا اليوم قمت بزراعتها من خلال الغص وقد قمت بهذه التجربة وكانت ناجحة 100% اذا متابعين الكرام اذا اردتم ايضا الحصول على نتيجة مضمونة وناجحة 100% فما عليكم سوى اتباع جميل خطوات التي سنقوم به في هذا الفيديو خطوة بخطوة وبداية نود ان نعرف من اي بلد تتابعون صفحة تعليم الزراع وللزراع تواب عظيم في الاسلام يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم زرع زرعا او غرس غرسا فيأكل منه طيرا او انسانا او بهيمتا الا وله فيه اجرا كبيرة واذا كانت لديكم اي تساؤلات في مجال الزراع بصفة عامة او زراعة الفوكادو من خلال الاغصان او من خلال البدرة فنحن سنجيب عن جميع تعليقاتكم ان شاء الله بدون استثناء وغدا وفي نفس الوقت سنقوم بانزال فيديو جديد وزراعة جديدة كونوا في المعيدة وهذه الزراعة ستكون زراعة الحوامد من خلال الاغصان ايضا اذا متابعينا الكرام ليصلكم كل جديد في مجال الزراع لا تنسوا لايك للفيديو ومتابع على الصفحة فقط لنستمر في تقديم المزيد من الزراعات الجديدة والمختلفة وبالنسبة لخطوات هذه الزراعة فهي خطوات سهلة وبسيطة يمكن لأي شخص ان يقوم بها سواء كان مبجد في عالم الزراع او محترف اذا مشاهدنا الكرام ماذا تودون ان نقوم بالزراع في هذا الشهر فبناء على طلباتكم سنقوم بالزراع ان شاء الله والان انتقلنا الى الخطوة المهمة وهي عملية الزراع ويجب الزراع بيدي الطريقة التي تشاهدون امامكم حتى تكون النتيجة ناجحة ومضمون وكما تشاهدون في هذا الفيديو وفي فيديوهاتنا السابقة نحن دائما نعمل لكم طرق زراعية سهلة وبسيطة وايضا جميع زراعاتنا لا تكلف الكثير من الوقت ولا الكثير من الجهد وايضا لا تكلف الكثير من المال فبفضل هذه الزراعة ستحصلون على آلاف شتل او اشجار الافوكادو مجال اذا مشاهدينا الكرام الان اقتربنا على نهاية الفيديو اذا اعجبكم واستفدتم منه ولو بالقليل لا تنسوا لايك ومشاركة الفيديو مع اصدقائكم حتى يصل الى عدد كبير من المشاهدين ونتمنى ان يصل الى 10 الاف لايك فقط لدعمنا لنستمر في تقديم المزيد من الزراعات الجديدة والمختلف والان سننتقل الى الخطوة الاخيرة وهي عملية الري ويجب الري بهذه الطريقة التي تشاهدون امامكم في الصور اذا متابعينا الكرام لنلتقي في فيديو جديد وزراعة جديدة كان معكم الاستاذ عبد المولى العمار من قناة تعليم الزراعة فار من إدوكيش اشتركوا في القناة